انت اشتغلت عشر اسميع مع كلاتنبرج بس بس هل حسيت مش مش بشغلك بس انت خلصت شغلك انت كنت تشغل في تطوير هل حسيت باختلاف بين كلاتنبرج او اللجنة دي ولجان اخرى سابقة انت راجل حكم كبير حكم دولي كبير تبعت كل اللجان تقريبا هل في اختلاف هل في تطوير حقيقي بيحصل لا هو الحقيقة يعني يمكن عشان ابقصدق معاك الفطرة اللي فاتت يمكن يعني الراجل اشتغل في عمل حاجات سيستم وحاجات ادارية وحاجات تنظيمية كان فيه عنده بعض الايجابيات وكان فيه بعض السلبيات اكيد طبعا يعني عشان ابقى واضح معك لان طبعا فطرة كان فيه فطرة انا رفت ان الفطرة فاتت اتعاد الكرة اقعد معا ويمكن الفطرة اللي فاتت كان فيه غياب في كاس العالم هو وكانش موجود في بعض فترات كتير فهو كان يمكن الفطرة الجاية انا اسمعت ان اتعاد الكرة اقعد معا وفيه قعدة تانية هو غايب هو غايب هو مسافر كان فيه تواصل بيحصل من كلاتنبرج معك كان فيه تواصل موجود بالنسبة لإدارة المباريات الدور لكن هو محتاج بفترة اللي جاية أكيد يعني وأنا متفق معك جداً إن كنت بس معك محتاج إن هو ينزل للملعب شوية يعني يمكن التطوير يمكن لو رجعنا شوية كريم في الموضوع دول لما جيك مستر كلاتنبرج كان جاي خاص بتطوير صح وكان هيبقى فيه رئيس لجنة لو رجعنا وحصل الظروف كان موجودة كابتن عسام عبد الفتاح وبعد كده تولى مستر كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام أبقى صادق معك برضو وبشافية طبعاً لما يجي رجل أجنبي ويمسك هو النهاردة اللي مسك رئيس لجنة الحكام في فترات اللي فاتت كلها يعني الناس ما شاء الله ناس عظماء يعني عشان ما نساش حد يعني اللي مسكوا والناس اللي موجودة اللي هي ممكن تمسك لجنة الحكام عندنا قامات كبيرة جداً وعندنا كتير جداً يقدروا يديروا التحكيم المصري يعني فهو طبعاً أنت علشان تيجي تمسك الأقسام كلها دي صعبة يمكن أنت تذكرتها برضو صعبة على كلاتنبرج يعني هو تركيزه كله بيبقى في الحياة في الدور المتاز لكن المصري اللي موجود كان بيبقى مسؤول على الدور المتاز والمتاز به يعني زيقول لكسم الثالث والقطاع الحياة بيبقى مسؤوليته شاملة كل الحاجات دي يعني وقد الأمور بشمولية أكتر هجمع كلامك وقولي أنا فهمتك صح والله يعني حالك شايف أنه كلاتنبرج لو كان دوره هو التطوير كان يبقى أفضل من دوره كرئيس لجنة حكيم أعتقد ذلك طبعاً أكيد ليه بقى لأنه هو لأنه أنت دايماً لما بتركز في حاجة هتشتغل فيها أكتر يبقى فيها أنت النهاردة لما بتشتغل في التطوير بتبعت كاستشارات بتشتغل فني مثلاً بتبعت بقى عن كل لأن الأمور برضو أن أنت تدير المسابقات دي كلها أكيد هو دلوقتي موجود في الممتاز يمكن أن أسمعها الحاجة عامير بتكلم معك في الممتاز ألف بس أكيد الممتاز به هو كرئيس لجنة حكام مصر بيبقى مسؤول عن كل حاجة صحيح وده اللي كان موجود في الفترات اللي فاتة يمكن أن أعصرت رؤساء لجنة في الفترات اللي فاتت هو بيبقى مسؤول عن كل الكلام ده فخلانا نتكلم بمنطقية هو طب المنطق لو كان في رئيس لجنة حكام مصري وفي كلاتن بيرج مسؤول عن التطوير في التحكيم المصري وكان هيحصل يعني في فترة ما الفترات أنا أسأل أسألك سؤال بصراحة شديدة وفكر للحظات يعني هل تفتكر رئيس لجنة حكام المصري ده كان هيقبل التعاون مع كلاتن بيرج في ملحوظاته بس بوقعية وبالمنطق هو بص ممكن حسب حسب يعني حسب هل هو فيه توافق انت النهاردة كريمة عشان تجيب حد يشتغل مع حد لو أنا وانت جينا عشان نشتغل مع بعض وما فيش توافق كده كده وما فيش توافق كده كده لكن لو احنا قعدنا وكان فيه توافق في نظام الشغل أكيد لأن انت هتشتغل في حتة لأنه زي ما قلتلك رئيس لجنة حكام مصري بيه مسؤول عن مسابقات كتير ومسؤول عن حاجات كتير فالقصة دي خب بالك التحكيم محتاج شغل كتير جدا يا كريم وانت بره محتاج كتير جدا وانت بره دلوقتي هل في فرصة انك تبقى موجود في اللجنة تانية ولا ما فيش فرصة التحكيم التحكيم ده يعني هو اللي عملنا كريم وهو بيتي وأنا بره جوه أنا التحكيم دايما داعم للتحكيم المصري ودعم لأي حد ماسك التحكيم المصري لأن التحكيم المصري ده اللي أنا طلعت منه ودعم لحكامنا فأكيد أنا موجود أكيد ممكن بقى فترة مفترات ممكن الفترة دي أنا مش موجود ممكن فترات بعد كده يكون موجود فما عنديش مشكلة في القصة دي أهم حاجة في القصة كلها يا كريم أن أنت لما تشتغل تأدي دورك بما يرضي الله وترضي ربنا وترضي الحكام الحمد لله الفترة اللي فاتت تمكن اللي رضاني جدا أن أنا خرجت راضي جدا عن نفسي راضي عن أنا الشغل اللي أنا عملت راضي عن أنا يمكن في حاجات معينة أنا كنت ابتديت أخش فيها لأن أي حاجة أنت عارفة ما بتحب حاجة وحاجة عملت اسمك تجلت فيها زي ما كنت يا كريم وكل مصر وكل جمهور مصر يعرف أي من دي جيش لما كان في الملعب إزاي ففي حاجات كتير أنا كنت ببحث فيها يمكن حاجات كتير حاجات كتير كان ممكن واحد يفيد بها التحكم المصري لكن طبعا ما جات الظروف حصل كده لكن الحمد لله أظن أنت مساعد المساعد الوحيد يمكن على ما أتذكر يعني اللي كان ليه شعبية في مصر الحمد لله أو يعني ليه اسم يبيه يعني طبعا المساعدين كلهم محترمين وأسماء محترمة جدا بس أنت تحديدا كان ليك اسم يعني والله بفضل الله يا كريم يعني الوحد ده كله من عند ربنا أنت ما كنتش بتعمل حاجة زيادة أنا كنت باشتجل وبكتهد وكنت عايز أنجح يعني 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 بحابب النجاح وحابب أن أنا بقى في القمة بس مش على حسابت الحد يعني الحمد لله يعني دايما كنت بنافس نفسي